السلام عليكم هاتي قطعة مرايا واي حزام عندك ويلا شوفي الفكرة النهاردة بجد طحفة وشيك جدا وكمان راكي قوي ومهمة في كل بيت بداية بس كده دريت جزء المرايا من فوق بالستيكر ويجبت مقابط كده بيضة وابتديت ان انا ارشها اسبري دهبي بقت بالشكل ده هبتدي بس ان انا سبتها في المرايا من تحت كأنها رجول طبعا ابتديتوا تفهموا انا هعمل ايه هنعمل مع بعض ارسونية المرايا نازل منها تريند قوي الشكل منها الجلد طبعا اسعاره غالية جدا في حين انه اصلا لو نفزناه في البيت مش بيتكلف خالص فانا حبيت ان انا نفزه بالحزام الجلد بالشكل ده طبعا بتكون شكلها حلوة قوي في البيت ولو انت عروسة مهمة قوي تكوني جايباها فبدل ما تشتريها اعمليها في البيت بقى أقل التكاليف وكمان سهلة جدا يعني يعتبر اللي احنا عملناه ان احنا سبتنا الحزام الجلد بس كده في الاطراف وركبنا لها الرجول ولو حابين بقى تضيفولها اي لولي حاجة سيمبل كده بتكون حلوة قوي لو لسه ما عملتوش لايك بقى نزله بسرعة اعملوا لايك للفيديو الحلو ده ولو مش مشتركين في القناة دوسوا على زر الاشتراك الاحمر عندي بقى طلب صغير قوي لكل اخواتي وحبيبي اللي بيتابعوني جنب زر الاشتراك الاحمر في علامة كده صغيرة للجرس اتأكدوا ان انتم فعلنها علشان يوصلوكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها لاني عدد المشتركين كبير عندي لكن الاشعارات بتوصل قليل جدا والمشاهدات كمان اقل من المطلوب خالص فبتمنى تتأكدوا ان انتم فعلنها بس كده ويلا نكامل بقى الفيديو انا ركبت بس شريتة دهبي كده على الاطراف ممكن نستبدلها كده باللولي ابتدي بقى اشيل الاستيكر من فوق والم مع المراية كويس قوي وبكده تكون الصينية المراية جاهزة معي في منتهى السهولة لو لسه ما عملتوش لايك انزلوا بسرعة عملوا لايك بصوا حلوة ازاي نقدر بقى نحط فيها شموع ديب بتكون احلى حاجة فيها وكمان نقدر نقدم فيها اي حاجة للضيوف وممكن كمان نستخدمها كديكور على التسريحة او في اي مكان في البيت اتمنى تكونوا النهاردة استفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته